استقبل زعيم تير الصدري مقتدى الصدر رئيس تحالف الفتحة العامري في مقر إقامته بمحافظة النجف بحسب بيان لمكتم الصدر هذا وجدد السيد الصدر تمسكه بتشكيل حكومة وفق خيار الأغلبية الوطنية وذلك بحسب تغريدة مقتضبة جاء فيها واسم لا شرقية ولا غربية حكومة أغلبية وطنية وبحسب مصادر مطلعة فإن اللقاء الأخير بين العامري والسيد الصدر يأتي في إطار المساعي لتقريب وجهات النظر داخل البيت الشيعي بالإضافة إلى دور قوى الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة القادمة